ترجمة نانسي قنقر ونقول لكي تعديل النتيجة كان من جانب كريستوفر ضد مرماه في 17 دوفان الذي أضاف الهدف الثاني في 21 دوفان وانتهى الشوط الأول بهدفين لهدف لصالح أطلانطا أمام سامدوريا الذي يسجل الهدف الوقت الميت في 90 دوفان ويسجل الهدف الثالث جوسيب لصالح أطلانطا وين يضرب بقوة أطلانطا للفاريخ المعروف خارج ميدانه وين يعرف كيف يلعب خارج ميدانه شعنا إيمان أودريو في الحراسة في سامدوريا راديو عمر نيكولا مايا أنتونيو أندريان كريستوفر فرانشيسكو المسجل الهدف الواحد الواحد في السالح سامدوريا أطلانطا وين خون موصيس وين حارس للعبد الكبير في هذه المباراة جوكيم لويس دافيد مايا مايا مارتين ريمو روس دوفان حتى مسجل الهدف الثاني كانت مباراة في تجاه واحد بعد أطلانطا وين سجل الهدف تعادل كريستوفر الي سجل ذتمر مرماه يعني الهدف شعنا دافيد ضابطا وين دوفان وين سجل الهدف الثاني وإن كانت المباراة وإن كانت في اتجاه واحد من جانب أطلانطا يعني سألنا كيفية المدرب تساندوريا روبرتو دي بيرارس الذي دخل بخطة 3-4-2-1 سألنا جيان بيرو جيان بيرو اللي تخل بخطة 3-4-3 يعني كل مدربه كانت عنده نظرة في المباراة وعرف كيفية يحط الخطة التيعه يفوز في الأخير هذه هي الجولة العاشرة في ساندوريا هدف أطلانطا ثلاث أهدف في الدور الإيطالي السيري آي